تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوال بالتعاون مع شبكة RM for Arab في تويتر ويوتيوب وشريكنا في فيسبوك رابطة ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد تعثر ريال مدريد في افتتاح الموسم أمام ريال سلسداد والتعادل السلبي التعادل السلبي اللي ممكن أوصفه بأنه جاء بالتخدير جاء بالتنويم المغناطيسي جاء بالاستدراج من ريال سلسداد وأخذ نقطة تدفعه معنويا وضيعه ريال مدريد نقطتين بتخافف الضغط على برشلونة اللي كله مشاكل والمفروض الريالي زيت عليه الضغط لما يكون عنده هيك شيء ما يريحه نفسيا هنحكي أكثر بتفاصيل اللقاء بعد ما تشتركوا بقناة سلفي سبورت في اليوتيوب وعب تفاصيل بعد قليل من الأسئلة اللي شفتها في التعليقات عندي الناس بتسأله وبتقول الباس واللي صار في الطيارة وتأجيل الطيارة والكلام هذا هل هذا ممكن يأثر؟ طبعا ممكن يأثر مجرد أنك تغير خطة أي بني آدم ممكن تشتت عليه ذهنيا ممكن تزيد عليه الوقت بدنيا حتى نتجة سفر الزائد والوقت الزائد بس هذا ريال مدريد المفروض يقدر يدير هيك أزمات وهيك مشاكل فمش لازم تكون هي الحجة لأنه شوفنا في الملعب أخطاء كثير أخرى بتخليك تقول لا هي السبب أكثر من أنه مجرد رحلة اتأخرت أو تغيرت خطتها ريال مدريد بدأ بشكل مختلف 4-2-3-1 وكان في اسم مفاجئ اللي هو غياب كاسيميرو وتخول ماردين أوديغارد بدل منه فصار الفريق يلعب في كروس أمامه بشوي مودريتش وأمامهم كان رقم عشرة متحرر أوديغارد هذا كان شكل ريال مدريد الهجومي مقابل شكل بسيط من ريال سوسداد 4-4-2 ملتزم جدا دفاعيا ما بتقدم إلا بلعبين أو ثلاثة أو بأحسن حالاته أربعة لما يهاجم والباقيين متمركزين ولما يدافع بدافع بتسع لاعبين ومع نفي إصابة كاسيميرو وشوفنا بيدخل بيلعب في النهاية فبالتالي المسألة ربما ما كانت إصابة بصير الخيار المنطقي للزيدان إنه حاول يمسك كرة حاول يكون محافظ على جودة الكرة ويكون مع ثلاث مصادر لصناعة الفرص على أمل أنه يحل المشكلة الهجومية اللي بيعاني منها من الموسم الماضي بشكل عام ريال مدريد في أول عشرين دقيقة ما خلق تقريبا أي فرصة بس شفنا الفريق مرتاح يعني الفريق مبين ماسك كرة عارف يصعد بالكرة عنده تنويع فشفنا مثلا على الطرف الأيسر لما يلعب جونيور مع ميندي عندهم مستايل مختلف واحد يمرر للثاني وباستنى وبعدين بينطلق مستفيد من سرعة واحد من الاثنين ميندي أو جونيور كانوا أسرع من الظاهير الأيمن تاع سوسيداد فدائما كانوا يضربوا بالسرعة التمريرة يضربوا بالسرعة فحين على الجهة اليوم عند كارفاخال كان وضع شوي مختلف رودريغو بيدخل على العمر كارفاخال بدخل أكثر للأمام وبتجيلوا تمريرة عشان يمررها عرضية بشكل مباشر كان فيه تنويع بالأفكار تنويع بالتنقل شفنا أوديغارد عم بروح كثير على اليمين فبصير مع جونيور أوبنزيما كثلاثي وأيضا بروح على اليسار وبعمل أمرات مع رودريغو وكارفاخال أيضا مثلث آخر كان عم بيتحرك بشكل جيد كان عم بمرر كرات بشكل جيد أوديغارد ما قدم المباراة العظيمة لكن بالأدوار البسيطة كان عم بلعبها صح عم بعمل صح أعتقد أوديغارد نحنرجع نحكي بالتفصيل بمسألة أخرى أيضا خدل إنه ولا لاعب في ريال مدريد اليوم كان سوبر ولا لاعب في ريال مدريد كان أحسن من 6 من 10 6 ونص من 10 لما نتكلم بالتقييم اللاعبين كلهم كانوا عاديين مش سيئين بس عاديين كثير فهذا الشيء بساعد أوديغارد يظهر إنه لاعب مميز ريال مدريد الشرط الأول كان متفوق جدا في مسألة افتكاك الكرة بسرعة من سوستداد كان مانعه يرتد وكان أيضا قادر دايما يرجع الكرة بالثلث الأول بالثلث الثاني على الأكثر الشرط الثاني سوستداد تتجرأ شوي فاكتشفوا إنه الريال بدنيا مش 100% فشوفنا الريال صار يعاني أكثر وأكثر بافتكاك الكرة شوفنا سوستداد صار يتجرأ أكثر وأكثر يقترب من منطقة ريال مدريد وكان واضح إنه التركيب الهجومي لريال مدريد مش قدر تخلق فرص ما فيه الكفاية والدليل من طول الشرط الأول ما شفنا هجمات إلا آخر عشر دقائق لما لدريغو صار يضم بشكل أوضح على العموق فصار يلتقي مع جونيرو بنزيمة وقدر الريال مدريد يلقى بنزيمة لهذه الفترة فصنع الفريق أكثر من فرصة كان فيه فرصة الأخضر طبعا لكريم اللي ما سجلت وبعد ذلك سوستداد كان عنده هجمة مرتدة لو لا كورتوى كورتوى اللي حيحتاجه ريال مدريد كثير هذا الموسم لو بده فوز بالدوري مع هيك خط هجوم طوال دقائق اللقاء ما بقدر أقول ريال مدريد ما كان مرتاح لما تكون مع الكرة لأ كان مرتاح قادر يصعد قادر يغير اتجاه لعب بس كان يفتقر لشغلتين مهمات كان يفتقر أولا للريتم السرعة شفناها كانت بطيئة جدا سوستداد قدر يقتل السرعة بشكل ممتهز جدا في شهد الثاني وعشانك سميته بالتنويم المغناطيسي ثانيا الريال كان عنده مشكلة بكثافة وحدة اللعب يعني يمكننا نشوف الفريق ممكن يخلق هجمة بعدين يهدى عشر دقائق الفريق يسرع الرتم مرة بعدين يرجع يهدى ما كان قادر ياخد السرعة معاه لكثافة معينة أو حدة معينة عشان يقدر يليقى المساحات وفرص محققة للتسجيل كافية للفؤس في المقابل السرعة لما دخل الشرط الثاني أنا أعتقد بفعل تأثير الهجم اللي يجد له لأسحاق كان عنده ثقة أكثر بنفسه فتقدم أكثر صار نشوفه صار يزيد عددته في الهجوم صار نشوفه حم يدخل منطقة الجزاء أكثر الدفاع ريال مدريد كان هو الأمان كان لنا نحكي اللي هو حمل نقطة اليوم لكن الريال بدأ شوي شوي مش قادر يستعيد الكرة وبنفس الوقت نسل ديفيد سيلفا فالسوستداد تتحول أشيء بيشبه أربعة اتنين ثلاثة واحد وبعض الأحيان أربعة ثلاثة واحدة فصار عنده زيدان مشكلة إنه لازم كاسيميرو الفريق مش قادر يستعيد الكرة بس راح زيدان عمل الغلطة اللي هي أنا حدقاء مش قادر أستوعب شولي صار نزل ثلاثة العيد مرة واحدة كاسيميرو فالفردي فأصبح يعني خسر اتنين كان يلعبوا على الكرة كويس فجأة فبعدين كان التبديل الثالث الأغير مش مفهوم مارفين وطبعاً إنه مش مفهوم أكثر التبديل الرابع اللي بعرفه بعرفه اسمه صح قريبس فصار عندك تبديلين مارفين ظهر بعيد كثير عندك بورخة مايورال وعندك يوبيتش المفروض يعني بالمنطق البسيط إنك تدفع بمايورال تدفع بيوبيتش ناس تلعبوا مباريات مع ريال مدريد مايورال عنده خبرة بالدور الإسباني كويسة بس أنا بعتبر زيدان اليوم مراهن على حدسه مش عالمنطق يعني المنطق تعمل الصح لا هو راحاً على الحس تبعه حاسس إنه ممكن نسجل إنه فيش غير هيك شي بيفسر اللعبين اللي نزلوا خاصة المارفين لما شفناه على الكرة بعيد أو مش جاهز ذهنياً خلينا أحكي بديش أضلم الولد يعني أول مرة بشوفه بصراحة بلعب دوري لكن ما بديش أضلمه لكن في الكرة السريعة بتلقاء أبطأ وبالكرة البطيئة بتلقاء أسرع لسه بده كثير عشان ينسجم مع ريال مدريد واضح لو مش منسجم وتم يدفع فيه فهون أنا بلوم زيدان إنه ببساطة لحق والله أنا حاسس أنا هيك متأكد ما لحق المنطق الطبيعي إنك تنزل اللاعب السن الموسم الماضي متألق في الدورة الإسبانية ومسجل أهداف كثيرة زي ما يران وتراهن عليه على حماسه على اندفاعه ممكن يسجلنا في المقابل كان سوسيداد عم بيكتشف أكثر وأكثر إنه الحالة البدنية للاعب تريال مدريد مش تمام فصار يستنزفهم أكثر بتمرير الكرة البطيء يمنحهم يستردوا الكرة يلعب على المضمون كثير في التمريرات هذا الشيء كان يستفز لعب تريال مدريد أيضا شوف نعم بتجرأ حتى بدنيا في الضغط الحالي بآخر 20 دقيقة بضغط كويس عبران وراموس وبيجبرهم ما يصعدوا بشكل صحيح بالكرة سوسيداد حس إنه عنده فرصة في هذا اللقاء وتشجع كان أشجع صراحة من لعب تريال مدريد اللي بتحسهم كأنهم دخلوا في مود الودي في بعض دقائق هذا اللقاء في كثير لقطات أعتقد شفنا جميعنا إنه لما تيجي بنزيمة مع جونيور يلعب على اليسار يجيوا حطوا كرة عرضية بتلقى رودريغو بعيد ونفس الشيء العكس لما يلعب بنزيمة مع رودريغو بتيجي الكرة العرضية الأرضية بيكون جونيور بعيد في مشكلة بهذا التحرك من الجناح نحو المرمى لما يكون في جملة على الجهة الأخرى يعني كأنها ما بعرف هل هم مش مستوعبين الموضوع مش أصلا هي الجملة مش فكرة كانوا متفقين عليها وفجأة يجت في اللقاء لكن لا في قلط بيصير قاعد واضح لأن أنا ما شوف جونيور بيدخل بتقوله بدي لعب عرضية بتلقى ما فيش حد طيب شو الفكرة من كل الجملة هذا الشيء كثير تكرر اليوم مع ريامل ريد ونو بدي أحكي يعني إحدى الأسئلة المنطقية الليناس بتسألها الآن وين الفرص وين الجمل هل هي مشكلة مدرب مشكلة أفراد أنا بعتقد اليوم هي مشكلة أفراد كلهم تقريبا ابعيدين عن مستوى الجيد بعيدين يعني أقل من الجيد وبنفس الوقت فريق بدنيا واضح لسه مش جاهز مية في المية فبدو وقت المهم ريال مدريد زي ما حكيانا ضيع نقطتين في البداية غير مبررات كان بإمكان بتشوف مجرعة اللقاء كان بإمكان يفوز بسوزاد مش ذلك الفريق القارب اسمه كبير بخلق بعض المشاكل دايما للفرق الكبيرة بس الفريق واضح أنه مش بتلك الجودة الحادة أنه يأذيك ولازم أتذكر أنه ريال مدريد الموسم الماضي ما فاز بالهجوم فاز بقوة دفاعه وفاز بالدكة بعد كورونا نتيجة كثرة المباريات وزخمها وهذه المرة أعتقد تأثير الدكة حقل إن شاء الله طبعا يعني معناها مش حتوقف كرة القدم فهون ريال لازم يلقى حل هجومي لأنه الحفاظ على الدوري بهذا اللي شفناه اليوم والشفناه الموسم الماضي هجومي يعني مش عم نختلق اليوم مش هم المباراة الموسم الماضي كان وضع تقريبا نفسه كثير ركنيات كانت تفوز الفريق كثير ركلات جزاء كانت تفوز الفريق فالفريق هنفوز بقوة ثابتة أكثر من مكان يفوز بهجمات مفتوحة وهدفيني سجلوا أهداف نوصل هنا نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إستغرام وبتمنى منكم تشتركوا في قناة سيفي سبوت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله